اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغلنا أهله فجاء بعجل سمين فقربهم إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عكيم فأقبلت امرأة في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم من مجرمين لنرسل عليهم إجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأمين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برقنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثموذ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون فما استطعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوما حم من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصر به بل هم قوم قارون فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستحججون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر